شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ افتتاح المنفذ الثاني لمعرض أهل رمضان وتعتبر أسعار المعرضات في معرض أهل رمضان تنافسية مقارنة بمثيلاتها عن الأسواق ذلك لتنفيذ برنامج المحافظة من خلال خطة متكاملة لضبط الأسواق وخفض أسعار السلع فرق الشاسع بين الأسعار بره وتجاشع التجار لأنه عمل لنا فراحة المجهود الجميل العظيم ده فيه خفض جامد وأسعار جميلة في متناول الجميع طبعا الأسعار في المهاز المنفذ أسعار ضعيفة جدا وكويسة جدا عن بره كتير لأن التجار بره بيحتكم الأسعار فطبعا الناس في أول يوم افتتاح تم عملية ضغط على المنفذ في الزل الأسعار الموجودة الأسعار الموجودة أقل من بره كتير أسعار كويسة جدا طبعا الأجبال يعني معروف كمان فيه فرق بين الأسعار بين هنا ومن بره المنتجات طبعا معروفة وبصراحة هي المبادرة كويسة جدا وهتعمل فرق كبير جدا معنا هنا في بيال عموما احنا عاملين باقة من العروض شاملة اللحوم وشاملة الزيوت والسامنات وجميع السلعة الغذائية والسكر ب27 جنيه طبعا المبادرة ومكرونات وكل حاجة يتخيلها أي مواطن تكون عندنا إن شاء الله بسعر أوفر من بره أنا بجيب الحاجة من هنا معلش أرخص وأوفر وأحسن على أساس معلش دي شهري كريم في ناس ما معاشي أنا بالنسبة لي كل السكر ده يعني بيعمل معي فرق كتير بيعمل معي فرق كراجل عندي ثلاث عيال وزوجة وبيت وكده معلش أنا أموفر خمسة جنيه أو عشرة جنيه هقدر أجيل المبادرة لمحاربة الغلاء وجاشع التجار والأسعار هنا أهل من بره بكتير كل حاجة طازة كل حاجة طبق المواصفات حاجة محتفظة بخواصات طبيعية هنا في جميع التشكيلة ماكرونات والمواد الغذائية الأساسية ويميش رمضان